اشتركوا في القناة من المنازل المتجاوزة دون توفير أي بديل في خطوة ستزيد من معاناة هؤلاء المواطنين وتفاقم من أزمتهم الحالية وقت الانتخابات هنا كيفي لك الله كاظيني البيبان للعوائل هاي كاظيني هاي بطانية هاكذا نكبابات هاكذا نصوبات شو وقت الانتخابات يعرفوني ومنتزل انتخابات ينقلبون علينا بعد ما يعرفوني هاي هي سونا الجسر وعبرو علينا الجهات الحكومية في محافظة واسط منح السكان منطقة الفلاحية في مدينة الكوت مهلة عشرين يوما لإخلاء منازلهم أو هدمها إلا أن سكان تلك المناطق أكدوا أنهم لا يملكون البديل لا سيما أن أغلبهم من شريحة الفقراء المعدمة هاي الناس اللي موجودين هنا واللي تواجدون بهاي المناطق ترى ما يجيز يسكن هو بطران من العوز ماعدهم يعني راتب ماكو وظيفة ماكو عمل ماكو ناس بساطة وعايشين وفقرهم هذا البسيط وجاي تفتر عليهم الدولة تطالب بهم بالنزوح وبدون تعويض بدون قطعة أرض بدون بناء دار لهم بسيطة وجاي يفترون على هاي الناس الطبقة الفقيرة سكان الفلاحية هددوا بالتوجه إلى المنطقة الخضراء في بغداد للاعتصام أمامها في حال عدم إيجاد أي حل مناسب لأزمتهم الاعتصام قام مايفيدوا إياهم والتظاهر قام مايفيدوا إياهم والناس راح تتخذ غير إجراءات بعد يعني راح تتبع سبل غير سبل ما يصير هيش إلى متى العالم ترى هم ملت وإن شاء الله أنا أتوقع هاي هالمره هاي بدل ما يروحون ماشي للأربعين يا إمام الحسين إن شاء الله مسيرة يروحون للخضراء زين وإن شاء الله يفرشوها على روسهم وهكذا يبقى المواطن العراقي بدون السكن اللائق في حين أن هناك آلاف العقارات التي استحوذت عليها الأحزاب المتنفذة منذ عام 2003 وحتى اليوم ولم تعمل الحكومة على إخلائها أو إعادتها إلى أملاك الدولة